الجدل حول المنصب الشرفي يصل ذروته بين أقطاب رحاء البيت الكردي الديمقراطية الكردستاني يعلن استعداد تنازله عن المنصب قبالة الضفر برئيس حكومة كاركوك المحلية بمنصب هو الآخر يحمل الكثير من الأهمية بالنسبة للطرفين ما أعاد مرحلة الجدل إلى بدايتها ما زالت جليدوه وسيد الموقف في أراضي شمال العراق مباحثات ومبادرات لم تستطع أن تفتح الطريق أمام اتفاق يحصم الجدل ويخفف من وطعة الضغط على رئة العملية السياسية في كردستان محافظ كاركوك مقابل رياسة جمهورية معادلة غريبة لمن ينظر المشهد من بعيد لكنها مفهومة جدا للقريب هذه المعادلة طرح حديها الديمقراطي الكردستاني على أمل أن يتم استخراج نتائجها من قبل الاتحاد الوطني المفهوم العام للمعادلة يرتكز على تسليم منصب رئيس حكومة المحافظة الأكثر جدلا في البلاد للديمقراطي الكردستاني فيما يتسلم الاتحاد الوطني المنصب الشرفي والذي يظهر رفضه للمعادلة مؤكدا المنصبان استحقاق انتخابي وسياسي لنا القراءة تذهب لأن تمسك الطرفين بمنصب المحافظيات من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لكاركوك البحر الهائج من النفط والثروات الطبيعية الخلاف بين الطرفين ما زال في مرحلة الذروة ووصل لدرجة من الجموح لم تتمكن أي مبادرة من السيطرة عليها لأن هذا المأزق لم يمنع القوى الكردية من الاتفاق على اجتماع يؤمل أن يضع الخطوط العريضة تمهيدا لاتفاق يسهم في توحيد الصف قبيل الدخول في الجسد الأولى وتكرار سيناريو الجدل الكردية الذي حصل في العام 2018 وما بين القراءة والتخمينات والواقع على الأرض تتبادر الكثير من التساؤلات حول آلية تحل الخلاف بين القوى الكردستانية وستستطيع تجاوز محنتها الجدلية في وقت تشهد البيوتات السياسية الأخرى جدلا لا يقل قسوة مما يدور في البيت الكردي وكل منها يغني على ليله الضائعة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر